السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي طلاب الصف الثالث السنوي أهلا ومرحبا بكم في حرقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء مناج الكيمياء للصف الثالث السنوي في بداية الحلقة بتاعتنا نحب نرحب بأستاذ العظيم أستاذ خارد أهلا وسهلا بك أهلا بكسرس محمد إن شاء الله النهاردة نتكلم عن إيه إن شاء الله النهاردة موضوعنا عن الألكانات ولو تكلمنا عن الألكانات واسترجعنا بعض المفاهيم الأساسية اللي سبق دراستها كنا قلنا أن الصيغة العامة للألكانات عبارة عن CNH2N plus 2 حيث أن تدل على عدد زرات القربون وكنا قلنا أن الألكانات عبارة عن مركبات هيدرو كربونية ألفاتية لاحلقية مشبعة بترتبز زرات القربون أو تكون الرابطة بين زرات القربون رابطة أحدية من النوع سجمة القوية صعبة الكاسر ده يفسر أن هي خاملة بالنسبالي؟ نسبيا نسبيا خامل نسبيا يعني ما فيش حاجة أسماء على الإطلاق حاجة أسماء على النسب إذن الألكانات خاملة نسبيا وذلك لصعوبة كاسر الرابطة سجمة اللي موجودة بين زرات القربون ولكن أول فرد من أفراد الألكانات هو غاز الميسان أسمع بعض التعليقات من سعادتك على غاز الميسان طيب بالنسبة للغاز الميسان هو أول فرد من أفراد الألكانات يحتوي على زرات قربون واحدة الرمز الكيميائي لـ CH4 بالنسبة للغاز الميسان كان بيسموه بغاز المستنقعات لأنه بيانتج من نشاط البكتيريا على المواد العضوية اللي بتبقى في المستنقع طبعا انت عارفين المستنقع بالنسبة لي ما هي راجدة ما تنحركش طيب أي مادة عضوية ورقة شجر جسس حيوانات بتبقى موجودة فيه البكتيريا بتنشط عليها بيانتج من التحلل البكتيري دوت غاز الميسان كان زمان بيطلع على هيئة حلقات من النار الحلقات ديت كان الناس بيفتكروها جانب طيب غاز الميسان سميلي بغاز المستنقعات لأنها ينتج من التحلل البكتيري للمخلفات العضوية في غاز المستنقع نفسه دي أول نقطة غاز الميسان بالنسبة لي بيكون ما يقرب أو أكتر من 90% من الغاز الطبيعي الموجود في البيوت غاز الميسان نقدر نقول كده فوق 94% كمان هتلاقيه في الغاز الطبيعي بالنسبة لغاز الميسان بيتم تحضيره في المعمل بكذا طريقة نشوف كده مع أستاذ خالد هيتم تحضيره إزاي نقدر برضو نقول أن غاز الميسان يوجد في مناجم الفحمة هو في أي مكان موقلك بقاله سنين التي قد تتعرض للانفجار نتيجة لي اشتعاله إذن من أهم التعليلات أو الأجزاء اللي سعدتك قلتها أولا الميسان ده كده المسمى بتاعه بالإيوباك ولكن لو قلنا ما الاسم الشائع لغاز الميسان إذن يسمى غاز المستنقعات إذن غاز المستنقعات هو الاسم الشائع بالنسبة لي غاز الميسان برضو علاوة أني برضو عندي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي غاز الميسان لماذا سمية بغاز المستنقعات؟ لأنه يخرج علىية فقاقية نتيجة لتحلل المركبات العضوية الموجودة في البرك والمستنقعات غاز الميسان يعتبر أول سلسلة الألكانات غاز الميسان يعتبر أبسط المركبات العضوية على الإطلاق ده كده إجاز الكلام الجميل اللي سعبتك قلته برضو إحنا التقرار عشان نسبت المعلومة بالنسبة لي تنمزلتنا ولكن إحنا هندرس غاز الميسان كمثال على الألكانات اللي هو CH4 والذي يسمى بغاز المستنقعات من الحاجات الهمة جدا 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 أنا أقول لي كيف يمكن تحضير غاز الميسان في المختبر مع رسم الجهاز المستخدم وكتابة معدلة التفاعل أنا ليه رأيي تاني خالص يعني إيه هو؟ إزاي أنا أحضر ألكان بالصفة عامة فهنكتب كده معدلة ظريف عامة خالص يعني سواني أفهم من كلام حضرتك إن بدل ما هقول ميسان بس لا ده أنا ممكن بالطريقة اللي حضرتك هتقولها أقدر أحضر بيها أي ألكان صح؟ تمام؟ تمام يعني التقطير الجاف لملح حمض عضوي مع جير صودي يعتبر ده كده الطريقة العامة لتحضير أي ألكان بمعنى بمعنى R C O O N A ده كده عبارة عن ملح حمض عضوي هفعله مع جير صودي الجير الصودي عبارة عن خليط من الصودة الكوية N A O H وأكسيد كالسيوم وطبعا إحنا بنكتب أكسيد الكالسيوم اللي عبارة عن جير حي تمام على السهم لأنه لا يدخل في التفاعل لكن له دور هام جدا أهل أقول بعد شوية وبسخن R ده عبارة عن القيل كي وعشان كده إحنا نذكر أبنائنا إيه هو شكل الكيل أو القيل اللي أنا برزه ب A R ده عبارة عن الكان انتزع منه زرة هيدروجين يبقى شكل القيل الكان انتزع منه زرة هيدروجين يعني فرضا لو كده أنا عندي ميسان CH4 وانتزعت زرة هيدروجين من جزء الميسان أنا نزعت زرة H ينتج إيه CH3 ينتج مجموعة زرية لا توجد منفردة وهي ما تسمى بي ميسايل إذن ده كده عبارة عن ميسان ده كده عبارة عن الكان لما انتزعت منه زرة هيدروجين نتجت مجموعة زرية لا توجد منفردة تسمى شكل القيل اللي عبارة عن ميسايل برضو بالنسبة لو أنا قلت إيه سان C2H6 أو ده كده هو إيه سان طيب لو أنا طبقت القانون العام بالنسبة للألكانات اللي هو إيه CNH2N بلاس 2 ما أنا كده عندي قد ال N ب2 2 في 2 ب4 و 2 6 هنا ال N ب1 في 2 ب2 و 2 4 إذن برضو إحنا بنظكر إيه هو القانون العام بالنسبة للألكانات إذن القانون العام أو الصيغة الجزئية العامة للألكانات هي عبارة عن CNH2N بلاس 2 إذن الإيه سان لما نزع منه H برضو ينتج مجموعة زرية لا توجد منفردة بل توجد في تكوين المركبات العضوية اللي عبارة عن C2H5 تسمى E سايل نرجع بقى كده للطريقة العامة لا سوين سوين عشان أنا كطالب دلوقتي أنا لسا ما دخلتش في الكاميرا العضوية في الجزء الثاني فهو مش فاهم يا مستر خالد يعني حمد عضوي انت بتقول لي في البداية ملح وحيب المنت عضوي صح فأنا كطالب أنا ما دخلتش يا لسا حمد عضوي فأستأذنك ارسمه سيجة الحمد العضوي وقل له استبدلنا إيه عشان يبقى يسمى ملح الحمد العضوي أولا للأحماض العضوية أو دايما في المركبات العضوية بنسبة كده في عائلات عائلة الكخولات عائلة الإسراط قل لهدات كيتونات إسراط أحماض قربوكسلية أمينات وكل عائلة لها مجموعة مميزة لها تمام مش مميزة مميزة النطق بقى صح تمام أنا بتكلم عن المجموعة مش المميزة المميزة وما يميز الأحماض العضوية القربوكسلية وجود مجموعة قربوكسل بمعنى ورهاني كده لو أنا كده قلت كاربوكسل ده عبارة عن مقطعين كي كاربو جاية من كاربونايل اليسيدة بالبندق وكسيل من هيدروكسيل تمام لكن طالما إحنا بنتكلم بتعمق أو إتش في المركبات الغير عضوية تسمى هيدروكسيد صح ولكن في المركبات العضوية تسمى هيدروكسايل تمام ولذلك نجد أن المجموعة الوظفية المميزة للأحماض العضوية عبارة عن مجموعة كاربوكسايل سي دابل بندو أو رابطة أو إتش هنا بقى بترطبت مع القيل أيا أن كان هذا القيل يبقى إذن R C O O H دابرة عن حمض عضوي كاربوكسيلي ولسو حمض معدني تمام بنذكرهم المثال اللي هم أخدوه لو قلنا كده هنا C H ستري يبقى C H ستري C O O N A دابرة عن حمض أسيتك يعني أنا هستبدل بال H بتاعت الأو مستر وحط مكانها N أو حمضي خليك أنا ما زلت بتكلم عن الحمض العضو زي ما ساعتك قلت تمام ولكن لو أنا بتكلم بقى عن ملح حمض عضوي أيوة إذن أنا بستبدل H بN A يبقى إذن كده أنا وصلت C H C O O N A دا كده إيه ملح لحمض عضوي يسمى به أسيتات أو خلات السوديوم يبقى بصفة عامة عشان أنا أحضر قال كان هقوله يا بالتقطير الجاف أنا بعمل تقطير تقطير جاف لملح حمض عضوي مع جير صودي وأسخن دا كده كان بالنسبة دي بصفة عامة إذن R C O O N A مع جير صودي إيه هو الجير الصودي خالت من الصودة الكوية ويما تسمى بيها يدوكسيد الصوديوم وأوكسيد الكالسوم أو الجير الحي ال-R بتاخد ال-H أنا رجعت ال-R ال-H إذن أنا رجعت وقال كان بلاس N A 2 C O 3 في ملاحظات هم جدا إيه هي إن لما جي أنا أحضر الكنف المختبر أنا عندي ناتج ثانوي ثابت وهو كاربونات الصوديوم إذن التقطير الجاف لأي ملح حمض عضو مع جير صودي وأسخن لابد أن ينتج كاربونات الصوديوم بالإضافة للألكام طب لو أنا عايز أحضر ميسان إذن حط ميسايل هحط ميسايل CH3 إذن CH3 بيت لو هي المكان الألقايل هتاخد ال-H وتعطي CH4 لكن إحنا هنوضحها في صفحة تانية كده لوحدها ماشي يبقى إذن إحنا كده اتفقنا إن R C O O N A زائد جير صودي خاليط من صودة كوية وجير حي وأسخن ال-R رجعت لها ال-H إدتني R أصبح ألكان ودي الناتج السنوي السابت اللي عبارة عن كاربونات الصوديوم طب صبر وكاربونات وكاربونات سوديوم مازين مواد مواد تسمى المواد الصهار بتخف درجة الخليط زي المادة اللي عندنا دي كده أستاذ خالد يعني هنا كده عليها وظيفتين مش وظيفة واحدة إذن بشكل مبسط خالص تمام لما يكون صلب مع صلب يصعب الانصهار ويصعب الاتحاد عشان فيه رطوبة تمام أكسيد الكالسيوم بيمتص هذه الرطوبة فبيقلل من درجة انصهار هذا الخليط أو المازيج ولكن إحنا بس بنوضح للطالب إحنا بنفسر مش بننقل ما هو موجود تكتاب الوزارة تمام وده أساسا دور أستاذ الكيمياء تفسير وليس نقل مادة علمية زي بإحنا تعلمنا من أسازتنا بمعنى إذا لم أجأ أقول إيه هو دور الجير الحي أو ما دور أكسيد الكالسيوم أو عل لا يستخدم خليط جير صودي بدلا من صودة كوية تمام عند تحضير غاز الميسان في المختبر إذا لأن أكسيد الكالسيوم يعمل على خفض درجة انصهار المازيج أو الخليط لكن إحنا وضحناها بشكل أكتر بالنسبة إيه لتنمزتنا لأنه بيمتص الرطوبة الموجودة في المادة الصلبة فبيخفض من درجة الإيه الانصهار إذا الرطوبة دي أساسا من الأسباب اللي بتجعل إن المادة الصلبة مع المادة الصلبة يصعب انصهارها وهيصعب التفاعل كمان تمام بالظبط إذا كده بالنسبة لتحضير غاز الميسان في المختبر طيب هنرسم الجهاز لكن قبل ما نيجي نرسم الجهاز عشان بس نوضح معابلاتنا إيه هي ده اسمه إيه أسيتات سوديوم أو خلات سوديوم لامائي طب لو أنا حبيت أنا مثلا أسمي أنا كده عندي اتنين كربون يبقى كده إي سان وات سوديوم لابدكم اتطالب يعرف كل المسميات إذا التقطير الجافلي إيه سان وات السوديوم أو أسيتات أو خلات السوديوم اللامائية مع الجيل السودي بتجديني ها مي سان طب لو قال لي ما ناتج التقطير الجافلي بروبان وات السوديوم يعني بدل الإيسائل تبقى بروبايل بالضبط وحطه هوا كم إذن بدل المسائل تبقى إيسائل بمعنى تمام قد الإيسائل سي تو إتش فايف ها ها سي أو أو إن إيه وزي ما ساعتك قلت دلوقتي حانا إن تريدت كاربون تبقى بروب بالضبط فيسمى بروبان وات السوديوم أنا قصد تدقى أستاذ خالد لسبب إن في معظم الطلب عند المعادلات زي دي أما أقول له إيه بروبان وات يحط لي بروبايل مكان الار وينسى تماما إن هو هيحسب أثناء العدد الكربونة بتاعة الكربوكسيل جميل وبالتالي إحنا نحب نوضحه هنا يعني لما نيجي نسمي إيوباك لابد أن أنا أعد كل زرات الكربون بالضبط هنا كده كان عندي إثنين كربون هو ده كده ميسائل لكن مع القربونة بها إيسان وات سوديوم ده كده إيسائل مع القربونة يبقى بروبان وات إيها السوديوم إذن التقطير الجاف ليه بروبان وات السوديوم برضه مع جير سودي في وجود أكسيد كالسيوم على السامع عشان ما يدخلش في التفاعل الكيمياء قلنا ليه وأسخن إذن أدي الإيسائل خدي الإتش إداني الإيسان سي تو إتش سيكس بلاس ن اي تو سي أو سي إذن كده أنا عندي في ناتج سنوي سابت التقطير الجاف لملح أي حمض عضوي لابد أن ينتج كاربونة سوديوم يبقى إذن لو أنا قلتها إيسانوات إيسانوات أشيل الكاربونة بتاعت كاربونة السوديوم اتفضلي كاربونة واحدة بس يبقى ميسان قلت بروبانوات شلت الكاربونة بتاعت كاربونة السوديوم يبقى إيسان بيوتانوات بروبان بيوتانوات بيوتانوة هكذا إذن لابد يبقى أتعلم الطالب طريقة عامة لتحضير أي ألكان ولكن احنا موجود في المنهج بتاعنا اساسا اللي هو التحضير المثال في المختبر وابتدى يدي له مثال توضيحي في الاسئلة طب لو انا عملت التقطير جاف لبروبا نوات السوديوم ينتج ايه اذا الطريقة العامة اللي بيها الطالب يبقى فاهم وعارف اذا حضر الالكام يستطيع ان يتعامل مع الاسئلة التي تخص الفهم وده تكون السبغة الموجودة في امتحاننا طبعا بعد ما اتكلمنا عن معادلة تحضير غاز الميسان في المختبر لابد نعلم ابنائنا وبناتنا ازاي يرسموا الجهاز ما فيش حاجة اسمها حفظ جهاز وفيه فنيات لابد الطالب يتعلم طيب بالنسبة دي جهاز تحضير غاز الميسان في المختبر طبعا قادي التيبل قادي المندضة اللي بيكون موجود عليها الجهاز ده احنا بقى هنرسم ايه بادينا كمان هو من غير مصطرة او اي حاجات مصعدة خالص يعني انا كده عندي امبوبة اختبار موجودة كده بشكل افك في حامل ادي الحامل اللي ماسك الانبوبة هنا موجود ايه داخل الانبوبة خلات سوديوم لا مائية مع جير سودي انا عاوز اسخن انا بس كده هكمل جزئية فيه كده انبوبة توصيل هرسم السودادة ايه دي السودادة بتاعتها هي لكن كده بشكل بسيط خالص لابد اوضح الفرق بين السودادة والانبوبة ايه اللي بيتمي فيها التفاعل لما اجي ارسم اللهب يا مستر محمد ايه ماينفعش ارسم اللهب فيه منتصف الانبوبة سوائن 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 معظم الطلبة بتبقى الحتة دي غايبة عنه ان انا هسخن فيحطيلي اللهب في اي حت علميا يا استاذ خالب ده صح لأ طبعا ليه بقى لان انا لو خطيت اللهب في منتصف الانبوبة الغازات هتندفع نحو القاعة مما يؤدي الى كسر الانبوبة اللي بيتمي فيها التفاعل ولذلك من دواعي الامان في المختبر ان انا كده برسم اللهب على طرف الانبوبة اذا كده انا كده عندي لهب ودي الخرطوم اللي بيوصل بيه الغاز يبقى اذا يراعى عند الرسم ان اللهب يكون على طرف الانبوبة وليسا في منتصف الانبوبة ان اللهب لو كان في منتصف الانبوبة الغازات تندفع نحو قاع الانبوبة مما يؤدي الى كسر الانبوبة التي يتم بتحضير فيها غاز الميسان طالب يقول لي الله هو يا مستر هيجي يسألني في الكلام دوت لا احنا بنوضح عشان نقولك اما تيجي ترسم اذا انا ارسم بطريقة فنية صحيحة انا شفت في اسنان تصحيح السنوية العامة والكلام ده ليه كنت طلبة مصر كلها انا وانا بحصحح لو لقيتك حطة اللهب في نص الانبوبة اقول لي بقى مفهمش ومرتزمش بالكلام العلمي اللي بنقوله بممكن تنقص عليه ربع درجة ونص درجة وليه يبقى نلتزم بالاساس العلمي اللي احنا بنقوله لك كامل انا سيد خير ده كده كان بالنسبة لتحضير بالنسبة الهجاز بتاعنا طيب غاز الميسان ده عبارة عن غاز عضوي طب انا عاوز اجمع غاز الميسان احنا قلنا اساسا ان المركبات العضوية لا تزوف في الماء غالبا اه قاد يحض به ماء هنا كده في قعب قاد الكعب عندي فتحة من اعلى وفتحة جانبية عندي انبوبة اختبار كده مونكسة اللي انا هجمع فيها الغاز قادي انبوبة التوصيل ابتدي كده اوصلها بالانبوبة ده كده حوض به ماء ده كده عبارة عن ماء لما حدا استفاعل بين خلات السوديوم اللمائية والجير السودي ناتج غاز الميسان اللي انا بجمعه فوق السطح الايه الماء ده كده اسمه جهاز تحضير غاز الميسان في المختبر فيه طريق عند ساعتك هو لو انا قلتلك يجمع غاز الميسان تحت سطح الماء علل طبعا انا جابت سؤال الساس خالد لسه موضح حالا ان المثال مركب غير قطبي والماء مزيب قطبي لا يزوب داخل الماء وبالتالي هيطلع من تحت سطح الماء على هيئة فقاعات طيب كسفتوا اخبارها ايه كسفتوا احتباق ليلا فهتصعد لاعلى ويتجمع في المخبار وكل ما هيجمع هيبدأ يضغط على سطح الماء لغاية اما المخبار كله بيتملي بنقفل المخبار وبنعمله تنكيس وبنجمع الغاز ونبنى ندرس الخواص الكيميائية بتاعه تمام يا ساس خالد اذا ده عبارة عن جهاز تحضير غاز الميسان في المختبر طبعا احنا بنرسم الجهاز وبنكتب المعادلة ان احنا سابق ان احنا وضحناها اللي عبارة عن خلات سوديوم طبعا ده كده عبارة عن سوليد هنا كده عندي جير حي وسخنت نتغاز الميسان في حاجة كده بس تنبيه بسيط ساس خالد على الرسمة برضو نجيبها كده على الرسمة ان مستوى المية في الحوض لازم يبقى مغطي القعب ما يبقاش تحتية لان الكروسمات اللي بنيجي نشوفها اسماء التحضير باللعنى مستوى المية تحت انا رحضا لك وضح تقولهم كده المقصود بكلام ايه على الرسمة ما هو الماء هو مغطي القعب بالضبط لا في طلبة كتير هم نتكلم من الطلبة ان بيجي يرسم بيرسم لمستوى المية تحت القعب واضح؟ يبقى مستوى المية لازم يبقى فوق القعب القعب بالضبط بعد ما تكلمنا عن غاز الميسان كمثال على الالكانات في حلقة هادية وفيها تركيز هام جدا 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 لو حبينا نتكلم عن الخواص الفيزيائية بالنسبة للالكانات بصفة عامة احنا خدنا النسان كمثال 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 على تحضير اذا احضر الالكان تمام وعمقنا المفهوم اذا مثلا احضر ايه سان او بروبان او بيوتان بصفة بصفة عامة طيب بالنسبة للالكانات كصفة عامة هنكلم على خواص الفيزيائية الخواص الفيزيائية اللي أولا بتقول ايه يعني صلبة وسائلة وغازية قد دي اول حاجة هنتكلم فيها الالكانات من سي واحد لسي اربعة بتبقى غازية اوكي وزات هلي بالك بتبقى القيمة الصعرية بتاعتها عالية جدا يعني ايه القيمة الصعرية يعني لما بتتحرق بتديني حرارة عالية جدا كمية حرارة عالية بتديني صعرات حرارية عالية جدا ده من سي واحد لسي اربعة من سي خمسة لسي سبعة عشر بتبقى سوايل طب سوايل زي مين زي الجازولين زي الكيروسين ونقف هنا شوي جازولين جازولين اللي هو ايه اللي هو البنزين بتاع العربيات اللي انت بتحطه انت ماشي في ناس كتير فاكرة ان البنزين دوت اللي احنا بنحطه في العربيات هو البنزين العطر اللي احنا بنشتغل عليه في الجزء اللي جاي او في الجزء التاني في العضوية لا البنزين العربيات يسمى بالجازولين طيب الكيروسين اللي هو معروف الجاز اعلى من 17 بتكون لي مواد صلبة وبتتدرج معايا بقى بتبدأ من مواد صلبة صموية بتبدأ من مواد صلبة بنقول عليها كده ايه اللي هي صلبة ولا يزعمل زي الزبدة زي ايه زي الشحم هتلاقي ان الاجزاء بتاعتك كل ما تعلق معاك بقى القتلة الجزائية يعني من ستي 17 وانت طالع هتبدأ معاك تظهر المواد الصلبة وكل ما يزديد معاك عدد زرات الكربون كل ما هيزديد معاك الصلابة بتاعتها طب بالنسبة لحاجة مهمة جدا بنكتشفها ان البيوتان والبروبان دول في انهي فئة من اللي احنا اتكلمنا فيهم في اول فئة في الغازات طب البروبان سي 3 والبيوتان سي 4 مين كسفته اعلى البيوتان طب والبروبان كسفته اقل خليط الاتنين على بعض بيتعبى في استوانات وبنسميه باسم البيوتاجاز اللي احنا بنقول عليها كده البوتاجاز استوانت البوتاجاز ونلاحظ هنا حاجة كده البوتهالج بالحياة ايه تلاقي ان استوانات الغاز اللي احنا بنشتغل عليها في البيوت ذات الوان مختلفة خلي بالك ممكن ساعت لها زرق ومتلاها خضر ومتلاها بوتقاني فيها حمرة طب ليه دي مناطق بتروح فيها الاستوانات الغاز دي مناطق اه ازاي مثلا في استوانات راحة اصوان طب درجة الحرارة في اصوان عالية احط مين اكتر انا معي خليل بروبان وبيوتان هحط مين هحط بروبان ولا هحط بيوتان ايه رأيك استاذ خالص حتة البروبان والبيوتان اه كلام ساعتة طبعا كلام جميل جدا وكلام طيب ولكن هنبسطه خالص امان ان ساعتك قلت ان الافراد الاولى من سي واحد لسي اربعة غازات اه لو احنا بدأنا بالميسان اللي هو الغاز الطبيعي بيستخدم خواقود في المنازل يبقى كده بداية سي اتش فور الميسان دوت لما بيحترق بينتج عن احترقه طاقة حرارية تستخدم كخواقود تمام اه البروبان والبيوتان تسال او يعبقه في تسال ويعبقه في استعنات تحت ما يسمى بالاسم اشعة بوتا جاز بوتا جاز بوتا جاز يسمى بيوتا جاز يبقى كده بيوتا جاز البروبان البروبان الجزائية وتزداد الكساف وبالتبعية تزداد درجة الغليان يبقى كل ما زاد عدد زرات الكربون تزداد الكتلة الجزائية فتزداد درجة الغليان طيب هل في علاقة بين التطاير او سرعة التطاير ودرجة الغليان طب يعني من يكون اسرع تطايرا هل البروبان او البيوتان هيبقى البروبان ليه بقى لانه حدد زرات الكربون في قليلة وبالتالي هيكون اكثر تطايرا وكتلة الجزائية بالنسبة لي اقل من البيوتان يعني هنربطه بصفة عامة بدرجة الغليان تمام يبقى اذا البروبان درجة غليانه اقل يبقى اسرع تطايرا حل ولكن البيوتان درجة غليانه اعلى اذا اقلها تطايرا اذا توجد علاقة عكسية بين درجة او سرعة التطاير ودرجة اللي ها الغليان هنا بقى لبتدي كلام ساعتك اجا من ده كده احنا نربطه هل النسبة بتاعت هذا الخليط خليط البروبان والبيوتان هل في المناطق البريدة بتكون زي المناطق الدافئة لا طب طب تيجي كده نوضحه مع بعضة والنقش بالزبط التفانة بالزبط طب يبقى كده عبارة عن C3 H8 ده كده عبارة عن بروبان و C4 H10 ده كده بيوتان انا هتصور ان انا طالب ناسي لكن انا فهمش حافظ هنا كده بتزداد عدد زرات القربون اهو اذا كلما زادت الكتلة الجزائية زادت درجة الغليان يبقى درجة غليان البيوتان اعلى من البروبان ولذلك البروبان اسرع تطايرا بينما البيوتان اقل تطايرا تطايرا طب لو كده انا بقى عندي مناطق حرة مناطق حرة زي كده ما سعدتك قلت اسوان على سبيل المسال تمام طب في المناطق الحرة احط او يحط من اكتر هل تبقى نسبة البروبان اكبر ولا البيوتان اكبر بالنسبة لي هبقى البيوتان لي عشان ده اصلا التطاير ده منطقة حرة يعني اذا اصلا 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 عايزك ترسيب له الانبوبة بتاع البتغاز عشان تفهمه كلمة التطاير ده انا اعيزها لي ان الغاز هيبقى في القوع الانبوبة من تحت اللي كسفته اعلى لما الحرارة بتاعته هتبدأ تزيد هيبدأ يتحرك للانبوبة من فوق ويبدأ يتحرك في الخرطون بتاع الغاز نفسه ده المقصود بكلمة التطاير يعني احنا عايزين بس نبسط الموضوع تمام عشان منشفاص المعلومة من غير ما يبقى فاهم يعني ايه اقصر التطاير ونسبة هنا على ونسبة هنا من غير ما يبقى فاهم كويس قوي لي مش تفضل حضرت يبقى في المناطق الحرة اساسا نجد ايه ان نسبة البيوتان ها اكبر من نسبة الايه البروبان البروبان بعكس المناطق المناطق الايه البريرة اذا لو هنا حبي يقول لي اعلل باقي شكل من الاشكال يبقى اذا انتبقى ايه جبت بالنسبة لهذا التعليل الجزء لان البروبان اقصر طاير النهاء من البيوتان حيث ان درجة غنان البروبان اقل من درجة ايه البيوتان تمام اه برضو ساعتك لما اتكلمت عن اه ان قلنا ان من واحد لاربعة دي عبارة عن غازات ومن خمسة لسبعتاشر اه دي عبارة عن سواهل واقصر من سواهل ايه موعد صلب اه طيب اه الفرزات بتغطى بالالكانات الصاقيلة مثل الشحن تمام ليه واللي علل 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 تغطى الفرزات بالالكانات الصاقيلة مثل الشحن اه اولا هنتفقنا ندي الكنات يبقى في الاول وفي الاخر هي بالنسبالي خاملة بسبب الروابط سجمال الموجودة فيها نسبيا اوكي اه انت لو دخلت المعمل وبسيت على فلز الصوديوم هتلاقيه محتوط في برطمان كده جوه الكيروسين او الجاز وفي بعض الحاجات الحديثة في المعامل متغطى بطبقة من الشم عامل حاجة زي الدهن كده او السمنة بالزبط وفي قطع ليه الفلزات دي ناشطة هتتفاعل مع الهواء الجوي لو انا سبتها هتتفاعل لو جاء عليها مية انت عارب شوف تتفاعل الصوديوم مع المية بيبقى عامل ازاي وبتالي عشان تحفظها بتغطى اولا بالمواد دي لانها بتامنع تفاعلها مع الهواء دي رقم واحد رقم اثنين المواد دي في حد ذاتها خاملة نسبية اه يعني نقدر نقول انها مواد غير قطية لا تزوب في الماء تبي تحميها من التآكل يعني لو حتتت مية دلوقتي على صوديوم محفوظ مش هتوصل وبالتالي مش هيتفاعل معاه يبقى بخار الماء الموجود في الهواء مش هيوصل للصوديوم يبقى يقول لي علم تغطى في الزات بالالكانات الصقيرة مثل الشحمة هقول له لانها مواد غير قطية لا تزوب في الماء فبتحميها من التآكل على موقع البرنامج جات لنا اسئلة كتيرة جدا ومنذ الاسئلة اللي احنا اخترناها جميلة جدا الطالبة نادى رفيق من القاهرة بتسألنا سؤال خاص في الخواص الكيميائية خاص بهالجانة الالكانات هنرد على سؤال نادى رفيق من القاهرة اول ما نيجي نتكلم عنها لجانة الالكانات ولكن بداية نتكلم بالضبط بترتبها فيا نادى اسئلتك مجابع ان شاء الله وهنرد بالتفصيل على السؤال بتاعك الجميل جدا 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 اللي فعلا هو موضع تساؤلات لك يا سيدنا الطلاب لان في بعض الطلبة بتذاكر من كتب قديمة فتلاقي فيه خاطئ بالضبط بالضبط ولكن قبل ان نتطرك الى سؤال نادى اللي اقوله اسناء الشرح بتاعنا ان شاء الله لو احنا بدي نتكلم عن الاحتراق يعني ماذا يقصد بالاحتراق؟ يعني احتراق؟ احتراق اي مادة في الدرية معناه هي اولا كتعريف اسمها عملية اكسادة سريعة يصاحبها انطلاق حرارة يعني مفيش احتراق الا في وجود اكسوجين تمام؟ طيب يبقى انها تهساخن في وجود اكسوجين المادة بتاعتك تتحرق تبدأ تبديك حرارة يا ترى ناتج الاحتراق في المواد العضوية اي؟ استاذ خالد كان الهلنا قبل كده ان اي مادة عضوية اي هادروكربون بيحصل له عملية احتراق غزين اساسيين معك طلعين ثاني اكسيديكربون وبخار الماء بالاضافة لانطلاق كمية عالية من الحرارة هنشوف ما هو استاذ خالد دلوقتي الموادلات هيبدأ يشتغل على معادلة الاحتراق وهيوزنها لنا ازاي؟ وبعدين هنخش على بزئية الهلجانة وهنبدأ نجاوب على الاستاذات فضل استاذ خالداش غاز الميسان لما بيحترق وزي ما ساعدتك تفضلت وقلت ان الاحتراق برا عن عملية اكسادة سريعة يتاكسد الكربون وينطج ثاني اكسيد الكربون والاتش ايضا اتش تو او زائد انرجي اذا في طاقة حرارية تنتج عن احتراق غاز الميسان لكن لابد ان احنا نزل المعدلة الكيميائية وانا قبل كده وزي المعدلة ان انا بساوي عدد ونقص دلوقتي في طرفي المعدلة الكيميائية كربونة كربونة هنا كده عندي اربعة اتش هنا اتنين اتش دلوقتي في اتنين با اربعة اتش لكن كده اصبح عندي اتنين او واثنين او اربعة او هنا اتنين او ضربت في اتنين كده انا وزنت المعدلة الكيميائية اذا احنا كده بداية اتكلمنا عن اول خاصية من الخواصة الكيميائية الخاصة بالالكانات وقلنا انه هو مضوع الاحتراق طبعا دي طاقة ناتجة تستخدم كوقود ولكن لو انا بتكلم عن الهلجانة هو يا مستر محمد يبدو ان نادى طالبة شاطرة وعملت فتح قطب قديمة وجبيرة فاولا يعني سعدتك تقول لنا بالنسبة لي الهلجانة ايه شرط التفاعل بتاعها عشان دوت من الاسئلة الهمة جدا اللي احنا لابد نوضعها يعني يعني ماذا يقصد بي الهلجانة تمام بداية قبل ما اقولوا عن ايه هلجانة لازم يرجع كده لتانية سنة في مجموعة اسمها سيفن اي دي كان اسمها مجموعة الهالوجينات وللعلم كلمة هالوجينات بكلمة يونانية اصلا معناها مكونات املاح يعني عناصر هذه المجموعة بتكون املاح طب مجموعة الهالوجينات مين عندنا الفلوري اللي هو الاف وراء كلور وراء برومين وراء اليود يعني فلور كلور بروم يود فلور كلور بروم يود تمام طيب خدت معايا كمان ان النشاط الكيميائي بتاعك هيأثر معانا كتير ولكن في عملية الهالجانة بيتم استخدام غاز الكلور كافضل واحد في الهالوجينات وهناعرف من استاذ خالد ليه غاز الكلور بالزاد ليه استاذ خالد الكلور بالزاد اولا ايه شرط التفاعل اننا احطوا يبدو شمس المباشر يعني مباشر ده الكلام القديم بالزبط ده اللي بتقول بالزبط اه اه ايه قرأت ضوء شمس مباشر وغير مباشر في بعض الاسئلة طب دوت فين لا طبعا اه في منهجنا الحديث او في تعديلات منهجنا اساسا ان الالكنات تتفاعل مع الهالوجينات اه بتسخنها دي ربعون درجة سيريزية او في وجود الترابيروت يو في اشعة فوق بنفسجية اه انا ما اقدرش اتحكم في الضوء المباشر او الضوء غير مباشر اه الحاجة التانية انا باستخدم اشعة فوق بنفسجية لانها تأثير كيميائي بالزبط واقدر انا اتحكم في كمية الاشعة الفوق بنفسجية عن طريق ميل ميل الاشعة ميل الاشعة اذا شرط التفاعل بقى خلاص احنا بردهوت قلنا جزئية ضوء مباشر او ضوء غير مباشر ده خلاص بقى ده عطل انا شرق بي خالص يعني اذا هو منهاجنا بقول ايه ان الالكامات زي الميسان على سبيل الميسان تتفاعل مع الهالوجينات زي الكولور او البروم وطبعا الكولور طبعا افضل هنقول لي طبعا فيه وجود يو في وينطق خاليط من المركبات هذا الخاليط من المركبات بيتم فصله بالتقطير التجزيئي ان انا بعمل كده تقطير تجزيئي على اعتبار ان هزي المركبات بتختلف فيه درجات غلانة طب هنكتب لقوا بس كده النسان ونسلسل هذا الموضوع كده واحدة واحدة كده ونبتدي نتكلم نوضح لهم كتئة لكلور حط ليه كده المجموعة استأذنك وربع ديها كده بدايتهم مين عشان بس ما نسيبهمش خالص يبقوا فاكرينها فلور فلور كولور بروم بروم يود يود الفلور ده اكبر في الزات اللي موجودة وازغر حجم زغري يعني هيخرب الالكان بالزبط يعني لو تفعل معي هيخربه اكيد اه اذا ده نشط جدا كيميائيا يعني جدا اوكي الحاجة الاهم انه وجينا على منذ اليود اليود خامل خامل ولو زودت درجة الحرارة بيحصل لعملية اسمها التسامي بيتحول من الحالة الصلبة للحالة الغازية مباشرة بالنسبة لبروم سائل الكولور بالنسبة لي غاز فيبقى افضل للكولور ليه لانه هيبقى غاز مع غاز دي رقم واحد تفاعل بيبقى منسمي تفاعل متجانس الكولور حجم زر كبير معناه ان طول الرابطة بتاعته هيبقى طويلة معناه كده انه اقل حرارة هتكسر الرابطة بسهولة يبقى ضعف الرابطة الكيميائية بتاعت الكولور بالنسبة لي افضل واضح طيب نبدأ المعادلات بتاعتها كده يعني الكولورة افضل من البرمارة تمام كولورة طيب اه الالكانات بتتفاعل بالاستبدال او الاحلال وليس بالاضافة لان انا عندي كل الروابط من نوع السجمة القوية صعبة الكسر والتي ده تنكسر ايه ده تحت الظروف خاصة طب غاز الميسان سي اتشي فور اما اجي افعله مع الكولور سي ال تو قبل ما اكتب الناتج احط شرط التفاعل يو في اشعة فوق ما نفس جاية لها تأثير كيميائي واقدر انا اتحكم فيها عن طريق من الاشع طب ما الذي يحدث عشان وضح اكتر الى حد ما هرسم كده بنائيا بس هزهز التفاعل سي اتش فور بلس سي ال ربط سي ال زارة كولور بنحل محل زارة هيدروجين اعدل احلال اعدل استبدال وينتج اربع اربع زارة هيدروجين طيب يعني ناتج التفاعل يتوقف على نسبة الالكان والهالوجين اللي عبر عن الكولور يعني لو انا عاوز احصل على هذا المركب ده بس فقط لا غير يبقى يفعل نسبة كبيرة جدا من الميسان مع نسبة قليلة جدا مع الكولور عشان الكولور لو بنسبته كبيرة هيدخل فيه تفاعلات مستمرة سلسلة من تفاعلات الاستبدال لحد ما نخلص كل الاتشيات وهكذا طب هذا المركب يسمى ايه من الواضح لو انا كده دي كده عبارة عن مجموعة ميسايل فطري بيقول لي ايه كولوريد ميسايل طب لو انا عاوز اسمي ايه باك هقول ايه احادي كولورو ميسان احادي كولورو ميسان اذا في اول مرحلة من مرحلة الاستبدال يبقى اذا تفاعل الميسان مع الكلور بدينيها خليط من المركبات انا بعد كده بفصلها بالتقطير التاجزي طيب التقطير مجازة اذا ميسان مع كلور لا تكسي اتش سري سي ال كولوريد ميسايل او احادي كولورو ميسان ولكن انا مازال عندي سلاس دراث هيدروجين كل ما اشيل اتش احط سي ال بمعنى سي اتش سري سي ال بلس سي ال تو زر تحل محل زر هيدروجين يبقى نقص اتش بقت اتش تو وازود سي ال بقى سي ال تو اذا لما نقص اتش انا عنده زر كولور حل محل زر هيدروجين انا كده انا عندي تلاتة اتش بقى كده عندي اتنين اتش وهنا زادت سي ال يبقى سي ال تو بلاس اتش سي ال هذا المركب يسمى ايه كولوريد ميسيلين او او يسمى سنائي سنائي كولورو ميسان برضو ما زلنا بنتكلم عن الاستبدال قائم احنا بنقعد نعمل الاستبدال لحد ماستبدل كل زرات ال اتش سي اتش سي اتش تو سي ال تو بلاس سي ال تو طبعا في كل مرة نكتب يو في شرط التفاعل يو في هنا عندي اتنين اتش اناقص اتش وزوي السي ال يبقى باردو زر تحل محل زر تايدروجين طبعا زر الاتش اللي نقصد بتاخد السي ال التانية ويطلع اتش السي ال بلاس اتش سي ال ده يسمى سي اتش سي ال سي اتش سي ال سي تمام يسمى كولورو فورما كولورو ايه فورما او سلاسي كولورو ميسان نتوقع بس عند هذا المركب مم هدو سي اتش سي ال سي نقدر نقول ايه عن هذا المركب اه ده كان يستخدم في عمليات التخدير كبنج واسمعنا كتير عن انه يقولك مات بجرعة بنج زائدة انه دكتور التخدير زود جرعة البنج على الحالة الصحية اللي عندك وبالتالي لما زادت الجرعة توفق المريض في هذه الحالة تم استبدال هذا المركب وتم استحداث مركب جديد هندرسه بعد شوية في الاعمال الاقتصادية اسمه الهالوسان الهالوسان الاوفردوس بتاعته او الجرعة الزايدة ما بتسببش الوفاة وبالتالي تم استبدال الكولوروفورم بالهالوسان لان الجرعة الزايدة من الهالوسان لا تسبب الوفاة بينما الجرعة الزايدة من الكولوروفورم بتسبب الوفاة تماما استاذ خارج؟ يعني نقول ان الكولوروفورم كان يستخدم كمخدر ولكن توقف استخدامه لان عدم التقدير الضقيق بالجرعة المعطار للمريض تسبب في وفيات كثيرة طبعا اذا لو قال لي علل توقف استخدام الكولوروفورم كمخدر اذا الاجابة ببساطة خالص لان عدم التقدير الضقيق للجرعة المعطار للمريض تسبب في وفيات كثيرة وطبعا البديل الهلوسان اللي ساعتك تفضلت وقلت هو الهلوسان اللي هيكون لنا وقفة كبيرة جدا معا ان شاء الله اذا الهلوسان مخدر اقصر امان الهلوسان هو بديل الكولوروفورم ناستي مرحلة واحدة بس في المرحلة الاخيرة في الاستبدال الاخيرة هنشيل اله الاخيرة فيها تمام يبقى سي اتش سي ال سري بلاس ال 2 يو في التربيلوت ينتق سي سي ال فور بلاس اتش سي ال برضو احنا لدينا وقفة مع هذا الملكم طبدا يسمى ايه رابع رابع كولوريد الكربون الكربون او رباعي كولوروميسان كولوروميسان هذا المركب يستخدم فيه المزيبات اطفاء الحرائق الحرائق ده الاساس وبرضو كمزيب عضوي لكن احنا بنتكلم عن الاستخدام الهي الاساسي يبقى رابع كولوريد الكربون يستخدم فيه عملية ايه اطفاء الحرائق ده كده كان بالنسبة لقلورة الميسان تمام هل جنت الميسان في الاربع مراحب ولكن احنا عايزين نتكلم عن مشتقات الالكانات الهالوجينية علشان نبتدي نقول ايه هي اساسا او ما اهمية استخدام مشتقات الالكانات الهالوجينية طب كنا لسه من شوية بنقول على الهالوسان صح تمام شوف كده حضرتك ايا دي ارسمني الهالوسان وشوفولي الاسم العلمي ايه عشان يتكلم يبدو ان وقت حلقتنا خلص انتهى بسرعة تمام اه بنهاية الوقت احنا للأسف وقتين 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 بيمر بسرعة جدا نشخل استاذ خالد على الحلقة العظيمة دي ان شاء الله على وعد مع حضرتكو بإذن الله في الثلاث بعض القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته